بموازات ذلك أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحته وهنأه بنجاح العملية الجراحية التي اجريت له متمنيا لجلالته الشفاء العاجل والعودة إلى وطنه في أقرب وقت لمواصلة مسيرة التنمية لأجل الأردن الشقيق وشعبه ومن جانبه عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان نهيان وتقديره لما أبدى من مشاعر أخوية طيبة تجاهه وتجاه الأردن وشعبه متمنيا لسموه دوام الصحة ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار